السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى ان شاء الله احوالكم تكون طيبة وانتم ما تشاهدوا الفيديو ديلي اليوم وليوم الوصفة هي عبارة عن صفوف او لاسلو بلا زبدة وبلسكر بواحد طريقة اللي هي لديدة بزاف وبدقيق القمح الكامل كذلك نتمنى انه تعجبكم وتنال الرضا ديالكم بقوا معايا باش تشوفوا الطريقة والمقادير اذا بسم الله بالنسبة للمقادير فعندي كيلو دياللوز اللي كانكون محمرينه بطبيعة الحال عندي نصف كيلو اللي كانكون محمرينه في الزيت ولكن من قبل كيكون مسلوق ومقشر عندي كذلك كيلو من الزنجلان كنحيدوا منه واحد زلافة باش نزيدوها بلا ما تكون متحونة عندي كيلو من الطاحين هنا يخلط الفرس مع الدقيق القمح الكامل درت كمية من دقيق الابيض وزد معه دقيق القمح الكامل عندي جوج معلق كبار مخلطين بالنفع وحبة حلاوة وعندي ملعقتين ديال القرفة كذلك عندي كأس كبير من العسل وكأس من زيت الزيتون لكم الاختيار في الكيمية وهنايا عندي شوية ديال المسكة الحرة اذا غدي تشوفوا معايا طريقة ان شاء الله بالنسبة للطارقة انا غدي نحمر كل شي في الفران فهنايا عندي نصف كيلو من الدقيق الفرس او للدقيق الابيض معه نصف كيلو من دقيق القمح الكامل غدي نخلطهم وندخلهم الفران يكون مزخن بطريقة مسبقة بطبيعة الحال وكنبقى كل فترة وفترة كنحركهم بالملعقة تكون خشبية باش هكا يتحمر لي من جميع النواحي وبالنسبة للوز فبطبيعة الحال ما كان سلقوش يعني كيكون اللوز ني كان اخدوه كان مسحوه بشي فوطة فيها شوية ديال الما باش هكي يكون نقي لربما تكون فيه الغبراء ولا شي حاجة ومن بعد كان دخلوه الفران يتحمر ما نغفلوش عليه يعني كان نبقى ونحمره تاكن حصلوه من الداخل على هاد اللون هادا فهو دهبي اذا ما كياخدش معنا الوقت بزاف وكذلك بالنسبة للزنجلان فنفس الشي كان حمروه في الفران ودائما بالنسبة للزنجلان ودقيق فمرة مرة كان نخرجهم ونحركهم وكان نردهم باش ما يتحقوش لنا من جهة العلوية وبالنسبة للوز اللي بغينا هاكاك يعني يكون مهرمش فكان قليف الزيت من بعد ما كان كون بطبيعة لحاة سلقتو وفسختو كي تقليف الزيت اللي اكيد خصها تكون زيت باردة باش تقلينا مزيان اذا غادي نطحنو الزنجلان وغادي نوريكم كيفاش غادي يكون تحين ديال الزنجلان وديال اللوز معان ان شاء الله اذا بالنسبة للطحن فالزنجلان نصف كيلو منه كان نطحنوه بهالطريقة هادا كيكون بودر منيل ولكن ما كيكونش معلق بزاف يعني كي نخليوه باقي بودر شوية اذا حبيتوا ان سلو ديالكم كله يكون معلق بزاف ويكون يعني تقيل معلق فممكن انكم تحنو كل شي مزيان بحال آملو انا هنا يفضل ان يكون مزيج النصف الاول غادي نطحنو بهذه الطريقة اللي يشتو معايا كيبقى مازال بودر والنصف الثاني كيكون بحال هاكا يعني بحال آملو نفس شي بالنسبة لللوز وهذا الطحين هادا كي يعاوننا باش ما نحتاجوش للزيت بزاف اذا هادا العملية ديال الطحن في ها مهمة اذا قلنا نسكيلو ديال زنجلان مع نسكيلو ديال اللوز كيبقى تشوف بمعال لكي نبحال آملو ونصف كيلو الآخر كي تتحن مزيان منيل ولكن ما نخلي واشي يخرج الزيوت كلها هكا باش دا الناس في اللي متحن مزيان يعاوننا منحتاجوش بزاف ديال الزيت من بعد ما خلطت الزنجلان مع اللوز غادي نضيف دوك جوج مع القكبار ديال الحب تحلاوة والنافع و جوج مع القكبار ديال القرفة من بعد غادي نضيف نصف كيلو من الطاحين وغادي نخلط كل شي الطاحين كان ضيفوه تدريجيا باش ما يجينا صعيب اننا هكا نفتلوه بين يدينا ف كنفتل عناصر كلها يعني باش نحيد كل حبيبات اللي كينين في الخالي ديالنا ومن بعد غادي نزيد كيميا اخرى من الطاحين كما كتشوفو يعني باقي محتاج الطاحين اذا هنا انا استعملت كيلو حيت من واحد قياس واحد الكأس صغير يعني كياس قياس العنباء دوما اذا حبيتو انكم يجي مرمل يعني ماشي هكا معلق كنضيف العسل اذا استعملت هنا كاس كبير من العسل و كاس يعني كبير هكا الا ربع ديال زيت الزيت الكيميا كتبقى اختيارية ممكن نضيف الكأس كامل ديال زيت الزيت او تزيد للكيميا تيقوني ما كيبانش نعني المدق ديال زيت الزيت تماما ولا الريحة ديال كيكون القوام غالب عليه بزاف بالنسبة زيت الزيت ممكن نضيف اكتر من كأس كبير على حسب انتو ما كتحكم في الدرجة ديال تعلي كتبغي وه وبالنسبة اللوز هنا كيكون مقلي نضيف في الآخر يكون غير مهرمش ماشي منيل و كدلك تيك زلف ديال زنجلان اذا هدي هي الوصفة بكل بساطة فهدو هم العناصر كلهم اللي كينين بكل بساطة سهل بزاف بالنسبة الكيميا ديال الزنجلان واللوز اللي كنخلي في الآخر يعني اللوز يكون مهرمش مقلي وبالنسبة الزنجلان يكون هكا كصاين ومحمر بطبيعة الحال فانتو لكم الاختيار انا كيعجبني ملك ناكل وسلو هكا ان تكون واحد النوع ديال القرمش مكيعجبني يكون بحال الرملة انتو ما اذا ما حبيتوش بها الطريقة ممكن ان تديروا غير كمية صغيرة بزاف انا دار تقريبا نص كيلو ديال لوز وتقريبا واحد زلاف عامرة كبيرة ديال زنجلان انتو ممكن ديروا كمية اقل اذا كما اشتره معلك الزبدة ووخة مدرناش فيه السكار وفي الاخير هذا هو سلو او صفوف ديال اللي كيكون صحي اكتر وتيكون لذيذ بطبيعة الحال تقوني فبهالطريقة هذي غادي يعجبكم والفرق اللي غادي يكون هو انه كما قلت لكم كما سبق لي وذكرت اذا ما حبيتوش ديال القرمش تكون فيه كتير ممكن تديرو كيميا اقل ديال اللوز اللي كيكون مقلي وكميا اقل ديال زنجل اللي كيكون صحي اللي كتزيدو فالاخر نتمنى الوصفة ديال اللي تعجبكم اليوم واتنى الريضة ديال كم وإلى وصفة قديمة ان شاء الله